ترأس محافظ محافظة لحجل واروكن أحمد تركي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي اليهاري اجتماعا موسعا ضم قيادات تجهزة الأمن العام والسياسي والقومي والضبط القضائي بالمحافظة وسلطات المحلية والأمنية والقضائية بمدريات أفعى وخلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي اليهري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبد الحميد الجحزر ومدير عام شرطة بالمحافظة العميد الركن طيار حسين الجنيدي حث المحافظة التركي قيادات مديريات يافع لبعوس والحد والمفلحي ويهر ومشايخها ووجائها على تعزيز الجانب الأمني والتعاضد الإنساني للقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية وشدد على أهمية تضافر المساعي كافة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات الأجهزات الضبطية الأمنية والقضائية والشخصيات الاجتماعية وعملها التكاملي معا وتصويب الهدف نحو العدو الحقيقي للوطن المتمثل بميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مشيدا بأدوار قبائل يافع في الذود عن حياض البلد والدفاع عنه بالنفس ومجابهتهم للمشروع الفارسي اشتركوا في القناة